يمتنع المؤمن عن فعل ما لا يليق بالأدب والاحترام لأنه يتجمل بصفة الحياء ومن صفات الله تعالى الحياء لكن حياءه سبحانه وتعالى ليس كحياء المخلوقين بل هو ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه قال ابن القيم أما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال فالله تعالى يستحي من عبده المذن بأن يفضحه فيستره بستره الجميل فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي قال يحيى بن معاذ سبحان من يذنب عبده ويستحيه ومن حيائه سبحانه أنه يجيب السائلين ولا يردهم خائبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين والله تعالى وهو الحيي لا يستحي من الحق قال تعالى والله لا يستحي من الحق فمن عرف أن الله حيي فليستحي منه قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى والتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء ومن عرف أن الله حيي استحيى من الله أن يعصيه في الخلوة كما يستحي أن يعصيه أمام الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن عرف أن الله حيي استحيى من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان